أصدرت مجموعة الصين للإعلام تعليقا بعنوان بومبيو ودبلوماسية الكذب قالت فيه أن وزير خارجي الأمريكي مايك بومبيو الذي يفتخر دائما بالاحتيال يستمر في امتهان الكذب والخداع حيث زعم مؤخرا أن الصين تستغل حدث وفاة الأمريكي الأسود جورج فلايد لتنفيذ حملة دعائية كذبة كشف مقتل فلايد وفقا للتقرير عن مشكلة التمييز العنصري النظامي والمؤسسي في المجتمع الأمريكي وترى غضبا عالميا وأصدرت شخصية دولية من بينها كبار مسؤولي الأمم المتحدة والرؤساء الأربع السابقون للولايات المتحدة بيانات إدانة ونظمة تظاهرات في أنحاء العالم احتجاجا على المأساة العنصرية الأمريكية وقال التقرير أن الصين ظلت تتبع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية وأكد أن المجتمع الصيني يعرب عن انتقاده وغضبه لمأساة تمييز العنصري في الولايات المتحدة التي تتنافى مع الطبيعة البشرية فهم المجتمع الدولي منذ فترة طويلة دبلوماسية الكذب لبومبي ورفاقه على حد قول التقرير وبالطبع لن ينخدع بذلك إذا لخصنا ما فعله بومبي وضف التقرير منذ أن أصبح وزيرا للخارجية الأمريكية فليس من المبلغة أن نقول أن كذبة طلو الأخرى تشكل وسيرته الدبلوماسية الكاملة لقد دمر هذا الشخص لياقة واحترافية الدبلوماسية الأمريكية بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر